قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء أولا قراءة القرآن كله ثانيا التصدق بأربعة آلاف درهم ثالثا زيارة الكعبة رابعا حفظ مكانك في الجنة خامسا إرضاء الخصوم قال علي كيف ذلك يا رسول الله قال أولا إذا قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله ثانيا إذا قرأت الفاتحة ثلاث مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم ثالثا وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة رابعا وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة خامسا وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم ولتعلم يا من يقرأ بأن الله يراك ولتختبر قوة إيمانك ومدى تأثير الشيطان ولتعلم بأن إعادة إرسالها لن يكلفك الشيء الكثير بل سيزيد من أجرك وأنها لصدقة جارية تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم اغفر وتب واستر وتقبل ووفق من ساعد في نشرها وكتبها ولوالديهم ومن أمن عليها يا حي يا قيوم أنر وجوههم وزدهم إيمانا واستر عليهم في الدنيا ويوم العرض اللهم آمين آمين